اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برمجة المواقع العليكترونية بعد ما تعلمنا بالمحاضرات السابقة كيفية عمل موقع باستخدام لغة HTML و لغة التنسيق CSS الآن حان الوقت لتعلم اللغة الأهم و الأثقل في هذه الدورة هي لغة PHP لغة PHP هي من أشهر لغات البرمجة في العالم و طبعا نالت مستوى متقدم بالتوب لانجوج للغات البرمجة فائدة هذه اللغة هي إدارة المحتوى طيب يعني شون إدارة المحتوى نجي للأخبار عندنا هنا أربعة أخبار لو ردنا نضيف خبر خامس لهذه الأخبار طبعا نجي إلى هنا الأخبار نجي ننزل نلقى الأخبار هذه الأخبار و طبعا راح نشاهد أنه الأخبار مسلسلة هذه طبعا الأخبار و مسلسلة الخبر الأول الثاني الثالث و إذا ردنا نضيف خبر خامس راح نحدد هذا الجزء و طبعا نجي ننزل هنا ننضيف الخبر الخامس و طبعا نجي هنا نجري الرفلش راح نلاحظ أن الخبر الخامس راح ينزل طبعا هالشي جدا مو عملي لأن هذا الموقع إذا احنا صممناه برمجناه راح نسلمه لشخص ما هذا الشخص أكيد ما راح يعرف للأكواد البرمجية و ما راح يعرف لهاي التفاصيل هل من المعقول أنه إحنا نجي نضيف للأخبار بهذه الطريقة أو هل أنه إحنا نعلمه كيفية إضافة الأخبار بهذه الطريقة و لازم نعلم الأكواد البرمجية حتى يضيف خبر بسيط هذا شي جدا خاطئ إذن لابد أنه نصنع لوحة هذه اللوحة ممكن تكون بهذا المكان ممكن نجي هنا نضغط على جزء معين مثلا هنا إضافة خبر و طبعا نضيف الصورة و نضيف العنوان و نضيف الناس و بالتالي إرسال من نضغط على إرسال راح يجي نشر الخبر بهذا المكان دون الحاجة إلى اللجوء للأكواد البرمجية هذه لوحة التحكم تسمى إدارة المحتوى يعني إدارة محتوى الموقع هل أنه نضيف نحذف نعدل ممكن نحدث يعني يصير أمور أخرى يعني هذه إضافة المواضيع إلى الموقع من خلال لوحة التحكم إدارة المحتوى و هذه لوحة التحكم راح تصمم بلغة BHP طيب بنفس الوقت المقالات و بنفس الوقت ممكن هذه وسائل التواصل و ممكن هذه الإحصاءات و أيضا حتى السلايد شو ممكن أن نضيفه بالBHP فإذن لغة BHP هي تستخدم لإدارة محتوى الموقع لغة BHP تحتاج إلى سيرفر شن هو السيرفر؟ السيرفر هو عبارة عن نظام ويندوز تقريبا يعني السيرفر هو عبارة عن نظام يعمل عليها الموقع حال حال بقية البرامج هذه البرامج اللي تشوفوها أمامكم هذه لا يمكن أن تعمل دون نظام ويندوز لابد أن نصب الحاسوب نظام ويندوز حتى نقدر نعمل على هذه البرامج أو التطبيقات بنفس الوقت لغة BHP هي نعتبرها برنامج وهذا البرنامج ما ممكن أنه يعمل بدون نظام هذا النظام يسمى بعالم الويب سيرفر طبعا هذا السيرفر هو يحجز و عندما نحجز السيرفر أيضا لابد أنه نحدد حجم الرام و حجم الهارد و كأنما نحدد نظام و كأنما نشتري حاسوب جديد هذا السيرفر طبعا هو يكون مدفوع يعني ممكن نشتراك شهري ممكن نشتراك سنوي و يعني في الغالب يعني يكون مكلف بعض الشيء لو حبينا نستخدم سيرفر قوي و سريع نحن في البداية باعتبارنا راح نعمل بشكل ابتدائي فما راح نحجز أو نشتري سيرفر راح نتعلم على شيء مجاني يسموه لوكل يعني بداخل الكمبيوتر و طبعا عندما نتعلم لغة BHP بالتفصيل و عندما نكمل برمجة الموقع تماما راح نتعلم كيفية حجز أو شراء سيرفر حقيقي حتى نرفع عليه الموقع و يكون متاح للناس طيب السيرفر المجاني اللي راح نستخدمه اسمه إكزامب طبعا توجد الكثير من السيرفرات المجانية أو اللوكل اللي من ضمنهن إكزامب و اللي من ضمنهن وامب سيرفر و الكثير و الكثير من البرامج ولكن حسب التجربة أفضل و أسرع هذه البرامج هو برنامج إكزامب إن شاء الله ابتداء من المحاضرة القادمة راح نتعلم كيفية تحميل و تنصيب هذا البرامج و طبعا كيفية تشغيله و العمل عليه نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى